بدأت عملية الاقتراع للانتخابات التكملية لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر في الدائرة الثانية والتي يتنافس فيها ثمانية عشر مرشحا بينهم امرأة واحدة للحصول على أصوات الناخبين البالغ عددهم اثنين وستين ألفا وخمسمائة وسبعة واربعين من الذكور والإناث عملية الاقتراع سارت مع بداية فتح الصناديق بشكل ضعيف ثم نشطت بعد ذلك على فترات متلاحقة وسط تعاون مشترك من قبل الجهات المعنية مفرح بأن تبدأ الانتخابات اليوم والصحيح العدد الكبير ولكن نتمنى للأخوة ان شاء الله التوفيق والنجاح فيه المهمة اللي موجودة عندهم ان شاء الله توطيها لي انتخابات جاية ان شاء الله لكل فترة أطول أمام الواجب بطني علينا وهو المشاركة في الانتخابات التكملية ونتمنى لجميع المرشحين التوفيق ان شاء الله ونعمل لكل أيضا من شارك التوفيق بإذن الله في حين كانت وزارة الداخلية تعمل على تنظيم وترتيب عملية دخول وخروج الناخبين بكل يسر وسهولة كانت وزارة الصحة قد عملت على تجهيز وتوفير كل ما قد يحتاجه هذا اليوم وزارة الصحة قامت ممثلة في إدارة طوارئة طبية بإعداد كثير من تجهيزات لهذا العرس الانتخابي من خلال تخصيص 16 عيادة متنقلة في مقار الانتخاب بإضافة لتجهيز 62 فني وفنيا طوارئة طبية على رأس عملهم اليوم لتعامل مع أي حالات لا سمح الله بالإضافة لتجهيز عدد 10 سيارات إسعاف لتكون على أهبة الاستعداد في حال وجود أي طارئ كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم نصيب من الخدمات المقدمة أثناء الإدلاء بأصواتهم واجب وطنين واحد لازم يدلب رأيه وصوته عشان مستقبل البلاد كما أرجو من جميع الموجودين والناخبين وعضاء مجلسهم أن يحافظوا على سلامة البلد وأن يتعاونوا فيما فيه مصلحة البلاد ناخبو الدائرة الثانية يختارون ممثلهم في مجلس الأمة في انتخابات تكميلية هي الثانية عشرة في مسيرة الديمقراطية الكويتية من مدرسة معن بن زايدة خالد الفارس الرأي ترجمة نانسي قنقر